السلام عليكم حملات مقاطعة مفاجآة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق تراجعت أسعار اللحوم بالأسواق مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا من وضع سعر عدل للجنيه مما قضى نهائيا على سوق السوداء والإفراجات الجمهوركيات ومبادرة الرئيس الوزراء لخفض أسعار السلاع بعدها بوتر سعر الدولار مقابل الجنيه في سوق الموازية وتوحيد سعر الصرف الدولار وتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء وتشير التوقعات إلى أن أسعار اللحوم ستشهد مزيدا من التراجع خلال الفترة القادمة خاصة بعد اتفاق الرئيس الوزراء مع المصنعين والتجار على تخفيض أسعار السلاع كما أنه من المحتمل أن ينخفض الطلب على اللحوم الحمراء خلال الأيام القادمة مع ظهور دعوات بمقاطعة اللحوم الحمراء ليتراجع سعرها كما حدث في أسعار السمك انخفاض أسعار اللحوم قال مصطفى واهبة الرئيس شعبة القصابين بالغرفة التجاريات بالقاهرة إن أسعار اللحوم المستوردة انخفضت ليتراوح سعرها بين 200 و 230 جنيها وهذا يتوقف حسب قطعية اللحمة وأوضح واهبة في تصريحات له أنه من المفروض انخفاض سعر اللحوم حسب سعر الدولار القديم لتصل إلى 175 جنيها متوقعا انخفاضا جديدا لسعار اللحوم وأكد عدد من المسؤولين أن أسعار اللحوم ستشهد حالة من التراجع بالتزمن مع توحيد سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه فضلا عن توقيع مصر والبرازيل اتفاقا لاستيراد اللحوم أسعار اللحوم المرتفعة وأهمية من جانبه أكد هيثم عبد الباسد رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية أن هناك انخفاضا في أسعار اللحوم داخل الأسواق بعد ارتفاع في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية وقال هيثم عبد الباسد في تصريحات تليفزيونية إن أسعار اللحوم المرتفعة التي كانت متواجدة في سوق وأهمية مضيفا هناك انخفاض في أسعار اللحوم بنسبة تصل لعشرين في المئة داخل الأسواق وتابع هيثم عبد الباسد نأمل أن تعود أسعار اللحوم الحية لمئة وعشرين جنيها للكلويو هذا الأمر يكون في صالح الدولة المصريات ويسهم في تخفيض أسعار اللحوم بشكل كبير وتابع هيثم عبد الباسد نأمل أن تعود أسعار اللحوم الحية لمئة وعشرين جنيها للكيلوي وهذا الأمر يكون في صالح الدولة المصريات ويسهم في تخفيض أسعار اللحوم بشكل كبير في سياق آخر قال إيهاد صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن أحد أهم منابع اللحوم على مستوى العالم هي البرازيل نتيجة توفر ثروة حيوانية ضخمة بسبب طبيعة الأرض هناك والمراعي الطبيعية وأضاف إيهاد صابر أنه بموجب الاتفاقيات التي تم توقيعها ستستفيد مصر باستيراد اللحوم المجمدة والمبردة من البرازيل وأوضح أن مصر تستورد ما لا يقل عن 40% من احتياجاتها من اللحوم وما تم توقيعه اليوم يضمن سلامة الحيوانات قبل ذبحها وكذلك سلامة اللحوم التي يتم استيرادها من البرازيل ولا ذلك من المرجع أن تتراجع أسعار اللحوم في الأسواق خلال شهر رمضان 2024 كانت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة ارتفعت في الأسواق خلال أسبوعين فقط بشكل مفاجئ وسريع حيث زادت بمتوسط 100 جنيه في الكيلو الواحد وتراوحت أسعار اللحوم البلدي البقري في محلات الجزر بين 320 و340 جنيه للكيلو بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 400 جنيه أسعار اللحوم اليوم ويرسق صد البلد في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الأحد الثامن والعشرين أربع ألفين وأربع وعشرين في الأسواق والمنافذ الحكومية وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم